قرية بوتشا الواقعة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كياذ وبعد اكتشاف المئات من جثث المدنيين الأوكرانيين بها الأحد الماضي أفحت عنوانا جديدا لمن يعتبرها نقطة تحول مفصلية في الصراع وما اعتبرته موسكو مجرد حملة دعائية غربية تدخل في إطاري الوجه الآخر للحرب في أوكرانيا فحسب الكريملين فإن الاتهامات الموجهة لروسيا في موضوع بوتشا ملفقة وفارغة وزارة الدفاع الروسية بدورها اتهمت أوكرانيا الثلاثاء بتزوير مقتل مدنيين في عدد من المدن الأوكرانية لإلقاء اللوم على موسكو وهدفها تشويه صمعة الجيش الروسي المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال إنه بناء على معلومات مؤكدة قم أفراد من المركز الرئيسي للعمليات النفسية الأوكرانية بإطلاق النار على مدنيين زعم أنهم قتلوا بفعل أعمال عنف ارتكبها الجيش الروسي ليتم توزيعها لاحقا عبر وسائل الإعلام الغربية الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي وفي كلمة له الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولية قال إنه ما لا يقل عن ثلاثمائة مدني قتلوا في بوتش حيث عثر على مقابر جمعية وجثث وإن بلاده تمتلك كل الحجج لتثبيت اتهاماتها وفق تعبيره أحدث القرية الأوكرانية يبدو أنها تأخذ مصارا جديدا في إطار مواصلة كياذ حجد الدعم الدولي من أجل فتح تحقيق شامل في الملف مصار دخلت على خطه الدول الغربية وعلى رأسها الأوروبية المفوذية الأوروبية أكدت أنها ستقترح على دول الاتحاد فرض عقوبات جديدة على روسيا وصفتها بالكاسحة ستشمل وفق الخطة فرض حظر على وريدات الفحم والمطاط والكيميائيات ومنتجات أخرى من موسكو تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو سنويا ولم يتوقف الرد الأوروبي عند ذلك فقط بل أن الاتحاد سيطرح أيضا حظر صادرات إلى روسيا بقيمة 10 مليارات يورو سنويا تخص هذه المرة المواصلات وأجهزة الحاسوب وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال وغيرها كل هذه الردود الأوروبية تأتي بعد قرار واشنطن فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو